السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم وبريس أرابي لكم عنوان هذا الفيديو موعد مباراة المغرب وطنزانيا القادمة في الجولة الثانية من تصفية كاس العالم 2026 والقنوات الناقلة لنشاهد التفاصيل موعد مباراة المغرب وطنزانيا سوف يدخل منتخب المغرب من الجولة الثانية لدور المجموعات في تصفية كاس العالم 2026 من خلال ملاقات منتخب طنزانيا ويتوجد المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة من تصفية كاس العالم 2026 بجانب طنزانيا وزامبيا والكونغو والنيجر إضافة إلى إيريتيريا التي أعلنت انسحابها من البطولة وكان المنتخب المغربي قد أعفيا من خوض الجولة الأولى من تصفية كاس إفريقيا المؤهلة إلى نهائية كاس العالم 2026 بعد انسحاب إيريتيريا من سباق التصفيات وتجدر الإشارة إلى أن ما تصدر المجموعة سوف يحصل متأهله إلى نهائية كاس العالم 2026 المقررة بشراكة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ويستعد المنتخب المغربي ضد المنتخب الطنزاني من أجل خوض مباراة قوية من العيار التلقيل وذلك في إطار الجولة الأولى من مباريات تصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم 2026 حيث أنه من المقرر موعد مباراة المغرب وطنزانيا أن يكون يوم التلتاء القادم الموافق 21 لوفمبر الجاري وستنطلق صافرات بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب على ملعب بنيامين الماكابا بدار السلام ومن المقرر أن يتم النقل المباراة المنتظرة بين المغرب وطنزانيا في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم 2026 من خلال قاناة المغربية الريادية وقاناة S.S.C. الريادية السعودية ترجمة نانسي قنقر